السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفيديو دي اليوم ان شاء الله سنقوم بصفحة 22 وصفحة 23 من الكتاب المدرسي فوكس لسنة ثالثة اعدادي سنبدأ بالصفحة 22 مهارة الدراسة يعني الدرس اليوم ان شاء الله سيكون على المفردات والمفردات ديال الاشياء اللي كالقوا داخل القسم يعني قاعة الدرسة ولا القسم اولاً قالك هنا انصد واعد يعني انت صنتوا لهذه الكلمات اللي لقلت النطق ديال هادي اعودوا من مرايا باش يتحسلكم النطق ديال اللغة الانجليزية black board black board يعني الصبورة black board بينسبة الصبورة ديال الفيتر ديالك البيضة كنسميها white board الموين دبا باش منتلفكم هادي صبورة ديالتباشير كنسميها black board chair chair يعني كرسي chair sharpner sharpner يعني منجرة bookcase 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 يعني خزانة الكتب students students تلاميذ ruler ruler مسترة color pencils color pencils اقلام ملونة notebooks notebooks دفاتر desk desk يعني مكتب pen pen يعني قلم حيبرجاز brushes 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 يعني الفرشة ديالة السباغة brushes books books كتب arc ruler arc ruler كتعني من قلم rubber rubber كتعني ممحات ممحات pencil pencil كيعني قلم رصاص نعودو نقراوهم تاني بشوية باش تصنطول النطق زيان black board black board black board black board chair بنسبة لهاد الالتر هاد اغ في الانجلي كانقول R R كان نقعر اللسان ديالي كان نردوه كمقعر R يعني هنا black board chair sharpner 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 bookcase 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 students 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 ruler 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 color pencils color pencils color pencils notebooks 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 desk 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 pen pen brushes 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 books books arc ruler arc ruler rubber 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 pencil 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 ثانيا اعطوا لي هنا place the words in exercise one in the right columns نحط نحط هاد الكلمات ديال التمرين الاول exercise one هاد الكلمات دياله نحطهم في المكان المناسب يعني the right column يعني في العمود المناسب هاد العمود خاص بالاشياء اللي تلقوها داخل القسم يعني things we find in the classroom هاد the second column او العمود التاني خاص بالاشياء اللي تلقوها داخل المحفظة يعني inside the school bag school bag كتعني محفظة و classroom كتعني قاعة الضرف اذا نبدأ وحدة بوحدة black board black board كالقاعة في classroom يعني نكتبها هنا chair دهو كالقاعة في classroom ندير عارضة و نكتب chair sharpener هاد من جرى كالقاها في school bag bookcase خزانة الكتب كالقاها في classroom students كالقاهم دهوما في classroom ruler رولر كالقاها في school bag color pencils دهوما كالقاهم في school bag notebooks كالقاهم دهوما في school bag desk دهوما تلقاها في classroom pen تلقاها دهوما في school bag brushes دهوما هنا books نفس الشيء نديرهم هنا في هذا العمود arc ruler و كذلك دهوما في school bag rubber دهوما ندير هنا يعارضة و نكتب pencil نفس الشيء ب school bag انا خليلكم طبق صحيح دهوما نمشي والتالتا capital letters capital letters كتاني اللاتخ majuscule يعني يعني الحروف بالكتابة الكبيرة تالتا look at the examples then use the correct capital letters قال لك انظر المثال نشوفوا هاد المثال و غادي نديروا ديك الساعات و ننصحوا هاد الشيء و ننصحوا هاد الحروف اللي مكتوبين منسكول اللي مكتوبين بالكتابة الصغيرة يعني نديرهم يكونوا كبار اذا شنو اللي كندير شنو اللي كندير يكون capital يعني اش اللي كندير فيه capital letter عندي اول حاجة days of the week في ملقى شيء يوم من الاسبوع كنا ندر نعم في الحصة اللولة تقريب انا ولا الحصة التانية مبقيت عقلت المهم حلكة monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday هاد كلهم كندير فيهم كنسبقهم بالماجسكول حلكة monday countries دول كل شيء الدول كندير ماجسكول في اللول England Morocco France قعد دول cities او villages لمدن او للقرى ضروري طوما كندير فيهم capital يعني مثلا رابا او مثلا ماركيش كازابلانكا اي حاجة مهم مدينة كيفما كانت او لا village كندير فيها capital letter في اللول nationalities nationalities يعني هما الجنسية مثلا جنسية مغربية جنسية فرنسية جنسية جنسية امريكية بحلكة الجنسية تكون شيء كنديرهم بالتهمة capital letter بحلكة british american canadian بحلكة تهمة كنديرهم capital letter بحل arabic english french french russian اللي كان اي لغة كنديرها في اللول كان كتبها بال capital letter school subject مواد اللي كان قرره في مدرسة بحل math physics science art الى اخرى subject pronoun i هاد الضامير ديال انا وضروري كيكون بال capital letter اذا هادو وحتى الى القتال عندكتان حتى اسماء اعلم هيرين ما مذكورينش بحل دبا مثلا اسمية ديالشي واحدة مثلا عمار احمد سلمة ضروري كنديرتا وما فيهم capital letter هنا اعطوا لي واحد اعطوا لي هنا واحد المثال my name is عمار my name is عمار هنا في اللول داروها miniscule ولكن عاودوا صحوها بالماجسكول نمشو دب احنا نبدو اولا نعطوا لي هنا يا i am moroccan يعني نبدو حرف بحرف اول حاجة عندي هي i اش كنعرف على i انها subject pronoun يعني كنديرها يعني كنديرها بcapital يعني i capitalize i اي غنديرها كبيرة i am moroccan اش كن moroccan moroccan عيدة nationality اذا انتهي كنديرها m كنديرها capital m يعني كنديرها كبيرة تانيا today is tuesday today هو ماشي اسمته ولكن مشيزة ماشي شي حاجة القيتها هنا يعني باش ندلها الماجسكول ولكن كان في بداية الجملة اي حاجة في بداية الجملة ضروري كنديرها ماجسكول يعني day يعني t غنديرها capitalize وعندك هنا ثاني tuesday tuesday days of the week يعني هذا يوم الثلتاء يعني حتى هذه غنديرها ماجسكول عودتاني my favorite subject is geography هنا ثاني الكلمة اللي خاصتني نديرها capitalized هي geography ليش؟ حيتاش هادي school subject هاي school subject ضروري كندير هنا يا capital letter رابعا rome is the capital of italy عندي هنا اول حاجة هي rome روما يعني هادي اسم دي المدينة اذا cities ضروري capital letters اذا غدي ندير اغ ماجسكول عودتاني هنا italy هادي country هادي دولة اذا خاصتني ندير تاني capital i اخر جملة i am from insgan i هذا قلنا subject pronoun يعني ضروري ندير capital i insgan هذا اسم دي المدينة اذا نخصني ندير i تكون كبيرة ماجسكول نمشي دابا الصفحة الموالية اللي هي صفحة 23 skills work يعني مهارة العمل مهارة واش نخدموه reading يعني هادي القراءة اولا read liza's letter to سعيدة in morocco then complete the notes below وقالك اقرأ رسالة ليسا لسعيدة يعني ليسا صفة واحد الرسالة السعيدة اللي كان هنا في المغريب then complete the notes below واكمل هاد الملاحظات اسفله نبدو بعدها بالletter هنا عندي فوتو عندي صورة لليسا عندي صورة لليسا هنا هي المعلومة ديالها يعني 26 ادوارد ستريت يعني البلاص على دغس فين كان هي فين كتسكن palm square liverpool انجليد هذه الأدريسة فين سكنا هي اول حاجة بشو بدات الرسالة هي dear سعيدة يعني عزيزتي سعيدة hello my name is ليزا مرحبا اسمي ليزا my family name is frost اسم عائلتي اول اسم العائلي هو frost i'm seventeen عمري سبعة عشر عاما i'm from england انا من انجلترا my home city is liverpool مدينتي هي liverpool it's very nice يعني هي زوينة the name of my school is shakespeare secondary يعني اسم مدرستي هي shakespeare التانوية my favorite subject is art مادة المفضلة هي الفن او التربية تشكيلية and my favorite sport is tennis ورياضة المفضلة هي كرة المدرب what are your favorites اشنا هما اللي تعمل مادة ديالك المفضلة ورياضة ديالك المفضلة best wishes يعني مع تمنياتي ليسا P.S. P.S. كتعني ملاحظة P.S. here's a photo of me ها هي واحد الصورة ديالي نعودو نقراوها دابا ديالك Dear Saida hello my name is Lisa my family name is frost I'm seventeen I'm from england my home city is liverpool it's very nice the name of my school is Shakespeare secondary my favorite subject is art and my favorite sport is tennis what are your favorites best wishes ليسا P.S. here's a photo of me إذن هنا نجاوبوا على هادشي أول حاجة قالية First name نجبدو هادشي كوشة نجبدو يرمنا رسالة First name هنا عندي أول اسم ديالها هي Lisa يعني الاسم الشخصي نكتب هنا Lisa Family name هو هنا قتليها my family name is frost إذن Family name هو Frost نكتب هنا Frost Country قتليها I'm from England يعني الدولة هي فين كينا هي England يعني انجلترا نكتب هنا England City يعني المدينة city يعني المدينة المدينة هنا قتليها my home city is Liverpool إذن Liverpool هي المدينة نكتبها هنا Age يعني العمر يعني العمر ديالها هو seventeen قتليها I'm seventeen يعني نكتب هنا seventeen name of school مش نشوف اسم يد المدينة المدينة ديالها قتلي هنا the name of my school is Shakespeare secondary إذن نجينا هنا هنا نكتب Shakespeare secondary favorite subject هو Art نجينا هنا نكتب Art favorite sport هي tennis نجينا هنا نكتب tennis إذن هنا غادي يكون Lisa Frost England Liverpool seventeen Shakespeare secondary secondary art tennis نمشي الثانية عندي هنا speaking ask and answer your partner قالك سول وجاوب على جاوب صديق ديالك هنا عندي هاد الأسئلة مجموعة الأسئلة غادي تسولوا لأصدقاء ديالكم وغادي يجاوبكم وفي المقابل حتى هما غادي يسولكم وتجاوبوهم السؤال أول هو what's your name what's your name يعني ما اسمك نجاوب مثلا نقول my name is أحمد ولا مثلا سعيدة ولا اللي كان المهم الاسم what's your family name ما هو اسمك العائلي كان دير اسمية ديالتي ديال العائلة مثلا الوافي ولا الراضي ولا اللي كانت اسمية ديال الكنية يعني الكنية اللي كانت where are you from مين أين أنت مثلا احنا أصلا من المغربية لكن اذا هنا نذكر المدينة مثلا أنا من الريباط ولا من الدار البيضاء ولا مثلا نقول كازابلانكا ولا مثلا نقول مارك هاشا ولا how old are you هنا كم عمرك يش حلا عندك في العمر نقول مثلا I'm seventeen years old عندي سبعتاش العام ولا مثلا I'm eighteen years old عندي طمنتاش العام what's the name of your school ما هي اسم مدرستك مثلا نقول مثلا ابن سليمان مثلا ساكنداري ولا السيدة عبد الرحمن ساكنداري ولا اللي كانت اي تانوي اي مدرسة مهم فين تنقرة what's your favorite subject يعني شنا هي المادة ديالتك المفضلة مثلا my favorite subject is مثلا science مثلا you have to say يعني انتم ثم تكتبوا على حسبك والمعلومات الخاصة بكما كل واحد يعني what's your favorite subject نقول مثلا انجليش what's your favorite sport يعني شنا هي الرياضة ديالك المفضلة نقل مثلا تانيس أو مثلا فوت بول أو مثلا أو مثلا ساكر أو مثلا يعني كرة القدم أو مثلا تانيس ما هي المادة نجيا العمل كرة القدم أو مثلا تانيس يعني اي شكو ندير كنجاوب هادو كتجاوبهم على حسب المعلومات الشخصية ديالتكم يعني أول حاجة كنقول اسم ديالي الشخصي هادي كنقول اسم ديالي العائلي هنا تنقول شن من دينا أنا كين هنا تنقول العمر ديالي شحل عندي في العمر هنا اسمية ديال مدراسة ديالي هنا شنه هي المادة ديالتي المفضلة هنا شنه هي الرياضة ديالتي المفضلة دبا writing يعني الإنشاء أو التابير الكتابي Use your answers to exercise to To write a letter to a pen friend In an English-speaking country قليك use your answers يعني استعمل الأجوبة ديالك To exercise to من هاد الدمرين يعني هادك شي اللي دلتين هاد الأجوبة هما اللي غادي تستعمل باش تكتب To write a letter باش تكتب واحد الرسالة To a pen friend الواحد الصديق ديالك يعني صديق اللي كتعرف في الانترنت فقط أولى بالكتاب بالرسائل To a pen friend in an English-speaking country في واحد الدولة كتتكلم باللغة الإنجليزية نبدو أول حاجة عندنا Dear Dear شغالين دير السمية ديال داك الإنسان اللي بنصفت لي مثلا Dear Lena أو Dear Mark أو Dear Monica حي تخصنين دير واحد الإسم ديال شي واحد اللي هو تيهضرب لانجلي يعني هنا حي تقليك نصفتوها لواحد الشخص لواحد pen friend in an English-speaking country في واحد الدولة كتتكلم باللغة الإنجليزية مثلا نقوله Dear مثلا أنا أو Dear Mark Hello I'm your new friend مرحبا أنا صديقك الجديد My name is أول حاجة نستعنير بهذه الأسئلة My name is نقول مثلا سميتي عمر My name is عمر My family name is مثلا الوافي My family name is الوافي I'm from مثلا I am from نقوله مثلا أنني أنا مغريبة بعدها I'm Moroccan ونقول تاني I'm from مثلا Marrakesh أنا من مراكش How old are you نقول تاني مثلا I am 17 years old أو لا I'm 17 Name of my school مثلا نقول مثلا The name of my school is سيدي عبد الرحمن secondary Favorite subject هنا مثلا نقول My favorite subject is English أو Arabic What's your favorite sport ندير تاني هنا يا My favorite sport is tennis هاتشي لي كتب في رسالة ندلكم ده بتصحح ونقرأوه جميع إذن ها هو التصحح حاولت أنني نحط تصحح ده أحد السؤال باش يتشوفوا أول حاجة عندي Dear Lena Hello I'm your new friend Hello I'm your new friend My name is My name is عمار My family name نكبرها My name is عمار My family name is الوافي I'm Moroccan and I'm from Marrakech I'm 17 The name of my school is سيدي عبد الرحمن secondary My favorite subject is English and my favorite sport is tennis Best wishes عمار دي من فتليش كندير كان عودي لسالة الرسالة دي تنقول best wishes يعني أنا عادي اشتها من هاد الرسالة اللي صفتتها ليسا السعيدة يعني اشتها من هادين في الأخير ختمتها best wishes يعني مع تمنياتي ولا متمنياتي ولا أفضل يعني my best wishes ودرت اسمي دي لتها ليسا يعني نفس الشي اللي بدرتني تانا هنا نعود تاني نقراها Dear Lena Hello I'm your new friend My name is عمار My family name is I'm Moroccan and I'm from Marrakesh بصفحة موالية من الكتاب المدرسي Focus للسنة الثالثة اعدادي بالتوفيق لجميع بصفحة موالية بصفحة موالية ترجمة نانسي قنقر